أكدت بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية أن غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث بطريارك القدس وسائر عمل الأردني وفلسطين يتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث التي شهدتها مؤخراً المدينة المقدسة مشدداً على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخ القائم للأماكن المقدسة والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس كما لفتت البطرياركية إلى أن القدس ستبقى بوابة السماء ومفتاح السلام ومن جهته قال رئيس أساقفة صباستيا في القدس المطران عطلة حنة رسالتنا كمقدسيين هي أننا سنبقى متمسكين بانتمائنا للقدس وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية داعياً العالم أجمع للالتفات إلى المدينة المقدسة وما يجري فيها من انتهاكات لأماكنها الدينية